وقفنا إذن على بعض النماذج الدعوية قبل الإسلام والآن يطيب لنا أن نقف بك عزيز المستمع عزيز الطالب على ملامح الدعوة في هذه المرحلة لقد قلنا تاريخ الدعوة وخصائصها والآن نتكلم عن ملامح الدعوة إن الخصائص العامة لسير الدعوة قبل الإسلام يجب أن يقف عليها الداعية حتى يؤهل نفسه للقيام بها في هذه الآونة التي يعيشها إن الغاية التي تصب إليها الدراسة لتلك النماذج الدعوية في مسيرتها قبل الإسلام تتجسد في عدة أمور منها الوقوف على خصائص الدعوة وملامحها أيضا لنتمكن من متابعة مسيرة الدعوة وتطورها وكذلك للإلمام بأسباب نهوضها وعوامل إخفاقها يمكننا عزيز الطالب أن نستطلع هذه الملامح وأن نستخلص بعضها في هذه المراحل الدعوية قبل الإسلام وذلك في النقاط التالية من بين الخصائص الدعوية لسير الدعوة قبل الإسلام اتفاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى الملة الوحيدة القائمة على توحيد الله عز وجل وفي هذا الإطار يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد الشرائع مختلفة لكن الدينة أي العقيدة واحدة لن تختلف من نبي عن آخر كانت تلك الرسالات السابقة محلية إقليمية بمعنى أن كل رسول كان خاصا بقومه فقط ولذلك يقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فلكل قوم أتى إليهم نبي شريعة خاصة به ومنهاجا قد استعمله النبي في مواجهة قومه وهو منهج الدعوة لقد جنت سنة الله عز وجل في الأمم السابقة بنجاة المؤمنين وتدمير الكافرين واستئصالهم في كثير من الأحيان وهذا ما كانت تتمتع به الدعوة في هذه المرحلة أيضا من بين تلك الملامح اختلاف أسلوب القرآن الكريم وتنوعه في عرض الرسائل السابقة حيث اختلف أسلوب القرآن وهو يبين سير دعوة الأنبياء والرسل من تفصيل إلى إجمال ومن تكرار لبعض المواقف في مواضع عدد من القرآن الكريم وهذا ما قد يلمسه الدعاة وقد رآه أبناء العلم سلفا وخلفا وعلى الدعاة اليوم أن يقفوا على هذه الملامح الدعوية أيضا من بين تلك الملامح أن الله تبارك وتعالى قد أجر سنته بأن يؤيد رسله الكرام بخوارق ومعجزات ليؤمن من يؤمن وتقام الحجة على الكافرين والمعاندين كما كان من دعوة موسى عليه السلام في مواجهة فرعون وكذا دعوة عيسى عليه السلام عندما قلنا منذ قليل لقد كان ميلاده معجزة وآية من آيات الله عز وجل لقد كانت عصى موسى وناقت صالح عليه السلام دلالة على أن المعجزة هي مما يثبت الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين أيضا كان الخط البياني لقبول الدعوة في الرسالات السابقة متأرجحا بين الصعود والهبوط مرة الدعوة تعلو ومرة تهبط وذلك عندما تكون أسباب علوها متوفرة وأيضا تهبط الدعوة وتسير متألمة حولها المشاكل والآلام عندما يكون أهل الباطل قد حشدوا جموعهم أمام الدعوة وهذا واقع والقرآن الكريم يؤكد عليه فلا استجابة مطلقة ولا إعراضا دائما وهذه هي سنة الله في هذه الحياة حيث لا يدوم الخير مطلقة ولا يدوم الشر مطلقة وإنما يدوم الصراع بينهما يقول تبارك وتعالى ولو شاء ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إن سنة الله عز وجل ماضية في أنه تبارك وتعالى قد جعل الخلافة بداية ونهاية واستمرارا مع وجود الإنسان يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يفسر هذه الآية إن الحق تبارك وتعالى لم يخلق الناس سدى وإنما للاختلاف خلقهم ولا يدون المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي وللاختلاف خلقهم فهكذا كانت خصائص الدعوة وقد وقفنا على بعضها